خلونا في البداية نروح لدينا ونتعرف منها على أخبار التقس والمرور في شوارع القاهرة والمحافظات صباح الخير عليك يا دينا صباح خير يا شازي صباح الخير يا منا صباح السعادة والتفاعل على كل مصير في كل مكان احنا ملاحظين في ارتفاع طفيل في درجات الحرار بقالنا كذا يوم صحيح؟ جو كان حار فعلا بقالنا فترة بس ان شاء الله كده يومين وجوه يتحسن مرة تانية لكن خلوني في البداية اخدكم مع جولة في احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هبدأ معاكم من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كتفات مرورية دلوقتي يعني في الوقت الحالي ووصلة لحد ميدان العباسية لو هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو في كتفات نسبية نروح عند كبري الجلاء هنلاقي فيه سيولا موريا مكملة لحد طريق العروبة وعند كبري المطار فيه كتفات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار لكن عند كبري الحضائق اللي هو جاي من الزاوية ومتاجه للفنجاري كذلك الأمر أعلى كبري المطارية للقادم من الكابلات كونيش النيل اللي جاي من المضالات فيه كتفات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد بتظهر كتفات كمان على كونيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني كبري أكتوبر يشهد كتفات مرية أيضا بتستمر حتى انتهاء ساعات الضروة الصباحية نروح معاكم لشوارع الجيزة وتحديدا من شارع الهرم اللي بيشهد أيضا تباطئ في حركة السيارات ده بسبب غلق الطريق في التقاطع مع المريوتية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية ظهرت بعض الكتفات في منطقة مشعل وكتفات من شارع العشرين لحد الطلبية في كتفات للمتجه إلى كبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين القادم من أكتوبر اتجاه طريق الدائري تم فتح وصلة المريوتية اتجاه محور الصفت أما القادم من محور 26 يوليو ففي بعض الكتفات قبل ميدان لبنان لكنها كتفات متحركة وبتنتهي قبل نادي الزمالك القادم من دائري المعادي ومتجه إلى ميدان الجيزة أو المهندسين بفضل أنه ياخد محور الفريق كمال عامر مفيش عليه أي كتفات مرورية نروح معكم لمحافظة المينيا وفي سيولة مرورية فعادت كبير من الطرق ولو مشين على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المينيا هللاقي في سيولة مرورية طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق معادة بعض الكتفات البسيطة أما طريق المينيا مغاها ففي بعض الكتفات البسيطة الغير مؤثرة بالنسبة للطريق الصحراوي الشرقي في كتفات مرورية بسيطة ونكمل جولتنا ونروح محافظة الشرقية وطريق الزقذيق مينيا الأمح في سيولة مرورية أما الحالة داخل المدينة في كتفات مرورية بسيطة في طريق المحافظة للجمعة كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم أما طريق أبو حمد إلى الإسماعيلية ماشي بشكل كويس معادة بعض الكتفات في مداخل بعض المدن ده بسبب تنظيم حركة المرور المتجه لمدينة العاشر من رمضان أو الطريق الصحراوي بالبيس في بعض الكتفات البسيطة لكنها مش معطلة لحركة الطريق ومن جولتنا في شوارع محافظات مصر خلونا نستعرض معك وجولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القهرة الكبرى والوجه البحري في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا بتصل إلى حال الضباب على طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون راضية أحيانا على أسيناء وسلاس الجبال البحر الأحمر درجة الحرارة في القهرة النهاردة 31 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36 وأقل درجة حرارة في كاترين 25 درجة هنتبع مع حضراتكم التقسي بالتفصيل بعد شوية لكن خلوني أرجع مرة تانية لشهز ليومنا علشان نبدأ معكم في قراءة صباحة مصر شكرا لك يا دي شكرا لك شكرا لك